مختفية داخل سفينة صيد ودون علم يدل على مالكها في التاسع من نوفمبر 2022 عبرت شحنة متفجرات خليج عمان إلا أن عملية الإبحار فشلت حيث أغرقت السفينة قبل أن تصل إلى وجهتها اليمن تفيد البحرية الأمريكية أن الأصول الخامسة التابعة لها اعترض سفينة صيد على طريق في خليج عمان يستخدم لتهريب الأسلحة لجماعة الحوث وتم إغراقها والقبض على طاقمها الذي يضم أربعة يمنيين ومصادرة حمولتها التي أتت من إيران تقول تفاصيل البيان الأمريكي الصادر في الخامس عشر من نوفمبر الجاري تم العثور على كمية كبيرة من المتفجرات تكفي لتزويد أكثر من عشرة صواريخ بارسية متوسطة المدى كما شملت الشحنة أكثر من سبعين طن من كالورات الأمونيوم تستخدم عادة في صناعة وقود الصواريخ والمتفجرات فضلا عن مئة طن من سماد اليوريا المستخدم في صناعة المتفجرات ترى واشنطن أن مثل هذه العمليات الإيرانية لا يجب السكوت عنها كونها تمثل نقلا غير قانوني للمساعدات الخطرة وتساهم في زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلا أن عملية تهريب الأسلحة للحثيين التي تم إحباطها ليست الأولى فقد سبق أن استولت البحرية الأمريكية على شحنات تهريب في مياه الخليج متجهة لليمن ولذا فإن عمليات الاستيلاء على شحنات الأسلحة المهربة رغم أهميتها لن تجدي نفعا بالنسبة لمحللين إذا لم تقم واشنطن بوضع استراتيجية جديدة تبدأ بتعليق مسار التفاوض مع الحثيين ولا تنتهي بفرض عقوبات حازمة انتجاههم